فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه هذا السبب الظلال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما عرفتم منه فأعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه نعم هذا هو سبب الظلال أن بعض الباحثين أو بعض المتعالمين أو بعض المغرضين نعم إنما يتكلمون بدون أن يستقصوا الأدلة دون أن يستقصوا الأدلة ويقارنوا بينها وإنما ينتزعون طرفا ويركزون عليه ويتركون البقية فهذا هو سبب الهلاك فمثلا الخوارج أخذوا نصوص الوعيد أخذوا نصوص الوعيد وحكموا بها وكفروا أصحاب الكبائر وتركوا نصوص الوعيد والرحمة المرجع على العكس أخذوا نصوص الوعيد والرجع وتركوا نصوص الوعيد أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين نصوص الوعيد ونصوص الوعيد فهو السبب الهلاك هو التفريط ببقية العلم وأن يأخذ قصة من العلم ويزعم النهو عالم ويترك الطرف الآخر والكثير من العلم الذي يوضح ما معه أو يكمل ما معه هذا هو سبب الظلال وهو الذي لا يزال في الناس اليوم التعالم أو التغرض بعض الناس عنده تعالم واعتداد بنفسه وبعض الناس عندها تغرض وقصد للتضليل فنحن منهيون عن هذا الأمر وأننا لا نتكلم في مسألة من المسائل العلمية الشرعية حتى نستقصي ما ورد فيها من النصوص من الكتاب والسنة حتى نتكلم عن علم واستقصى ولا نأخذ بعض الأدلة ونترك البعض الآخر هذه قاعدة عظيمة